اصمع لي بلك ما بنش عامونا انتبع الموحاكم الموحامين قولها اوستاد مزل قضية متبا اصبر يقول يا صاحبي اغي يصبر هلا شاك مقلق هلا شاك مقلق ودي وكثرة في عام عرفت انا بالليه اراها سيئ الحاج لابس احنا زي منعرفوا انه هاد الطفل متبني ماشي وليده البيولوجيا لا لا ماشي وولده ماشي وولده لو تحوسينا في جيجمان تلقيه بالليه زايد في بالعباس انتو ما كان على بالكم باللي ماشي وليدو ànلا هو كناب رحي انا واخويه مشي ناج منعه نخيه ما يضناش هي هل proportions ما عندهش البناز انا ويا طلعنا بالعباس جبنا مرتا قللة خصي قلت له خصي خطرة اعطيتها بنت انا عطيتها بنت اوتت لها ولدي انت اخوي انت رب العلم معتاك شكي والادي ولادي غي كيف كيف هاك هالبنت ديها ربيها ديها رباها مرتا قلت له خصي غير جيب والده مسويطار ما عندهش نبوع ما نعرفوه وهذا الطفل شوفوا اش دار راح زور وراح حرمكم المحاكم طفل هذا باش طفل يحتاجوه باش يورث لانه بنت وزوجة مكاش طفل هذك الزوجة تخاف على روح تقول لازم بني باش يغلق على كل ورثة لذلك نظل لذلك راح دارت التزوير مع ابنها هي ثانية متهمة بتزوير و دارت تزوير هي كانوا متابعين جينايز تزوير في المحرر رسمي و نحكمو لهم ش حاية التسنين ثلث سنين ثلث سنين و دخلوا الحبس جوز و عقوبة دخلوا الحبس ثلث سنين ثلث سنين و العقوبة تقول من عشر إلى عشرين سنة من عشر إلى عشرين سنة هو الحكم القضائي يعني سنوات عقوبة الجنحة شيخ من الناحية شرعية تبني نعم نحن أمام مجموعة من الكوارث الكارثة الأولى هو التبني الإنسان يجيب طفل يتيم يربيه لا يجوز له يعقل اسم العائلة يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من انتسب إلى غير أبيه هذا كان خطأ كبير الحاج لازم يعطلوش اسم العائلة جابوا يا ربيه الله يكتر خيروا و يكبروا هذا الخطأ الأول فهمتني الحاج الخطأ الثاني أنك طفل هذك يجابوا ما رضاش من عند الماء لا 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 ما رضاش عن الماء صحة ما رضاش حتى ولدا من الرضا لا مشي ولدها انتعطيت له بنتك لك بنتك يتكبر مع هذا الرجل وهو أجنبي عنها ما هو شخوها من الرضا لا ولا قلوه وليد عمها ولا مكان والو فهو أجنبي مجموعة من الكوارث وهذه درس لكل العائلات ليظنوا بلما يديروا الخير يروحوا يجيبوا طفل ما يرضعوه و يلحقونه بالنسب الآن هذا الطفل راهوا منسوب الخوك أو منسوب الخوك الآن لازم ترفعوا تانيك دعوة قضائية صحوا النسب صحوا النسب تنحوه من نسب انتعوا ما رأيه و صعب جدا أنك ترفع دعوة هذه مجموعة كوارث في النهاية أكشفت خوك ميت في التسعة و جاب لكم وقابل لي خوك كتب له وهيبة في الحداش في الحداش والحاج البصمة تعمل في العالم البصمة لالآن مازال مبانش لم يدروا خبرة لم يدروا إليه و شوفي 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 و مين قال لهم الزوج قال لهم شون هي بصمة أنا قال كون جايك على البصمة على البال كون جايك على البصمة خطر فوقتنا قاضي التحقيق في كي قولها ففيتموشن و من بعد عادة شرعنا في الجنايات الجنايات قاضي التحقيق قلت لي مي كان تحقق أنا حقت معي آغي خطرة قلت لي كيف هصر قلت له تسرات تسرات هما بها لك شهر وهي تحقق معا ما تكي كم من التحقيق رغت لي قلت لي تعرف عليها لغيتلك قلت لي لغ قلت لي لغيتلك بها نقول لك باللي التصوير ثبت مية في المية الحمد لله قلت لي قلت لي قلت له مجي بولي النكوة على المرحوم قلت لي إذا كلمت بني قال يودي تودرت قلت لي قلت لي قلت له معليش قلت لي قلت له هما للربعة هما زوج وزوج شهود قلت له معهم زوج شهود قلت لي بصمو قلت لي وزيفت لي ضئ ضئ قلت لي قلت لي قلتهم قلت لي قلت له جمع أن قالت له كل شيء مزور جمع ماذا ندخلها في الحكاية؟ دورها في القصة؟ كل شيء من تحتها لأنه هو يحفظ لها الورث هو يجعل الباقي لا يورثوش أصلاً هو لا يريد الشهود حكمه المهام هو متابنى غير نافذ ثلاثنين ثلاثنين هو القتل الخطأ الأول أنكم قدرتوا هتابني لأنه شارعاً هو لا يريد يا شيخ والله ساكن تقصب الورثة؟ بلا مجال